مدام اكتشار اللي على طول مكشرة في وشنا ما عرفش ليه واللي على طول عايز اتوقف المراكب السيرة ما عرفش ليه وفعلا عادت افكر طول عمري يعني مش اقولك بقى 46 سنة كلهم لكن على الاقل مثلا منوان عندي 18 سنة لا 16 منوان انا بعمل بطاقة كده قاعد عمال افكر 30 سنة هي مدام اكتشار بتكشر في وشنا ليه بتوقف المراكب السيرة ليه والاستاذ مظلوم ظالم فاندي الاستاذ مظلوم ظالم فاندي اللي هو طول الوقت شايف انه هو مظلوم وانه مش واخد حقه فيمارس الظلم بامتياز على المواطنين وعلى مصالحهم فيظلم كل مواطن بيخش له اما بقى بالتكشيرة او بانه اصلا معلش ده الموضوع ده بياخد له 40 يوم وتجيلنا شهرين فوت علينا بكرة يا سيد ودي كان بتعمل عليها برنامج في الراديو زمان وحاجات من هذا النوع مدام اكتشار واستاذ مظلوم ظالم فاندي لا مكان لهم في العاصمة الادارية الجديدة ولن يكون لهم مكان في اي مكان بعد كده يعني احنا طول الوقت بنتكلم مثلا على كم الانجاز والتحديث التحديث اللي اتعمل خلال السبع سنين اللي فاتوا وان احنا فعلا مع 30-26-21 بقينا في جمهورية جديدة حلو الكلام؟ طيب الجمهورية الجديدة ليست فقط المنجز اللي على الارض اللي بيعمله الرئيس ومع الجهاز التنفيذي ممثل في الحكومة الاجهزة المعنية الى اخره لا ده في حاجات تانية بتتعمل على الارض هي فكرة الاستثمار في البني قدمين وان احنا يحصل تنمية للكوادر وهتلاقي دايما في اكاديميات للتأهيل قاعدة عمالة بتتفتح تحت اشراف الدولة حلو كده؟ طيب يمكن مثلا على سبيل مثال احنا كنا امبرح بنتكلم على الاكاديمية اللي عاملها وزورة الهوقاف وطلعت امبرح تالت دفعة وما الى ذلك فهتلاقي انه في كل الاجهزة والجهات المعنية هتلاقي دايما في تدريب وتأهيل وتنمية بشرية حقيقية مش مجرد مسمى ولا يفطى بتتحط مثلا على مكتب او على قوضة اجتماعات مقر ادارة التنمية البشرية بمؤسسة كذا ولا وزارة كذا ولا مصلحة كذا لا ده فيه شغل بجد بيحصل لكن بتلاقي على الجنب الاخر مدام اكتشار ومظلوم ظلمة فاندي هم مش هياخدونا في العاصمة ولا ايه وليه ما هياخدوناش احنا ده احنا اللي جايبين الديب من ديله يا جماعة ما انتو حولتو المؤسسات وحولتو المصالح الحكومية وحولتو مجمع التحرير الى مكان عظيم جدا لتأميع البامية مثلا على سبيل المثال حولتو المكاتب الى مسجد للصلاة في حين انها معمولة علشان نخلص امور العباد والصلاة ليها موعيد والاربع ركعات بياخدو سبع تمن عشر دقايق فحضرتك كنت بتصليهم في ساعتين وممكن ما يبقاش عجبك انك انتو تصلي في المكتب ولا تصلي في المكان بتاع الصلاة اللي موجود في المجمع فكنت بتقب بعضك وتنزل علشان تروح تصلي في جامع عمر مقرب وساعات واحد تاني يكون بيتبارك بجامع تاني بس ما هواش جامع عمر مقرب فيطخ مشوار علشان يروح يصلي ويرجع والناس وقفة طوابير جوه المجمع وجوه مصالح كتير مش بس في المجمع يعني لكن السؤال بالزمة بالزمة مدام اكتشار ومظلوم ظلم فاندي ليهم وش ان هم يقولوا هو احنا مش راحين العاصمة ليه ولا حاجة عشان احنا مش عاوزين العاصمة تبقى مكان لتأميع البامية على الإطلاق ولا مكان علشان خاطر حضرتك تفضل تعطل في الناس ولا تكشر في وشهم ده بالاضافة الى ان انت انسان رافض فكرة التأهيل انا شفت مرة موظف زمان جدا بالمناسبة انت ونكتر من عشرين سنة مستاء ان هم جابوا كمبيوترات حاسبات آلية حلوة كده الترجمة جوه المصلحة اللي بيشتغل فيها وقال لك هو هيعمل لنا ايه يعني ده احنا عارفين كل حاجة وكله على الدفاتر ينهر ابيض حتى التكنولوجيا عند بعض الناس مرفوضة ملفوضة وهيطلع لك فيها القضاة الفطسة وهيقول لك اصل الهارد ده ممكن يضرب واصل مش عارف بصوا جماعة العاصمة الادارية الجديدة هي تقدر تعتبرها ابعد مما هو انجاز هي رمز لدولة جديدة رمز الجمهورية جديدة رمز لتوجهات جديدة رمز لتحركات جديدة رمز لفكرة دولة مدنية حديثة عصرية هتفضل طول الوقت تحدث من نفسها لتواكب كل ما يحدث في العالم احنا اتأخرنا كتير قوي عن العالم وما عندناش استعداد انه بني آدم بني آدم واحد من مئة مليون بني آدم يعطل ومن هنا ارجع واقولك في النهاية الرئيس بيعمل اللي عليه يفضل جزء طبعا انا معاه وان الحكومة كمان بالمناسبة بتعمل اللي عليه بس انا معاه انه خوفي كل خوفي ان المواطن ما يعملش اللي عليه اشتركوا في القناة